السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها اتهامات خطيرة جدا لحركة النهضة ملفات تعتبر وصمة عار في تاريخ الأخوان المسلمين وفي تاريخ حركة النهضة هناك تحركات ضد الحركة تهديد بكشف ملفات خطيرة جدا ومحاكمات سياسية في البداية فضلا وليس أمرا كان انت اول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع للجرس بيجي تصلكم الفيديوهات القادمة اليوم نحكيه على اتهامات خطيرة موجهة لحركة النهضة خاصة وانه هناك ثلة من الجمعيات والمنظمات اللي تحركت ضد الحركة وحاولت انها تكشف ملفات يعني متهمة فيها حركة النهضة الاخوانية بنت هيك سيادة تونس وتضليل وتقليب الرأي العام العالمي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية هناك هذه الجمعيات تعتبر ان مساع النهضة هذه اللي حكينا عليها هي وصمة تعار على جبين السياسيين اللي مشاركين في الحكم منذ نهاية 2011 تحمل هذه الجمعيات المسئولية لكل الطبقة السياسية خاصة على شيء التي شاركت في الحكم وتعتبر لهذا وصمة تعار على جبينهم هناك اليوم يعني اتهامات لانه العشر سنوات هذي الكل بيش اتسمت بها الفترة هذي اتسمت بانه الحكم والسلطة تم فيها اعلى المصالح الحزبية والشخصية وانتشار الفساد واستشرائه بشكل رهيب جدا اليوم نحكي على 22 جمعية تونسية حذرت من مساعي حركة النهضة وحلفائها لتضليل وتقليل الرأي العام العالمي خاصة الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية بصفة عامة ولكن يعني ضربة الصفعة لإطلقاتها النهضة والغنوشي هو أن الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية هنأت حكومة نجلة بودن واعترفت بها وأكدت أنها بيشتتعامل معها في عدة ملفات وفي مجالات التعاون المشتركة وقالت الجمعيات هذه اعتبرت وأنه مساعي حركة النهضة وسمى طعار على جبين السياسيين اللي شركوا في الحكم منذ 2001 نلقاه أيضا وأنه هناك اليوم يعني اتهمت للحركة بالعمل ضد الدولة التونسية رئيس الجمهورية شخصا كان قال هذا الكلام واعتبروا أن حركة النهضة يعني أو الإسلام السياسي خلينا نقوله يتآمر على الدولة التونسية مع جهات أجنبية هذا الكل خلينا نحكيه على الملفات اللي بشي تم طرحها أو الملفات اللي بشي تم إثارتها لدى القضاء خاصة ما يتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة ملف الاغتيالات السياسية في تونس ملف القضاء قضاء البحيري بشير العكرمي اللي كان يتلقى الأوامر من رشد الغنوشي وغيرها من الملفات الأخرى اليوم نلقى أن حركة النهضة استنفذت كل محاولاتها لتقليب الرأي العام الدولي عقدة عقود لوبيينغ أحكينا عليه في وقت ثابق مع شركة أمريكية لذغط على رئيس الجمهورية من أجل أثنئه على قرارات 25 جوليا استنجدت أطلقت صيحات الفزع يعني تقابلت الغنوشي تقابل معدة سفراء في المنزل متاعه من خلال لقاءات سرية ليه معناها من أجل الضغط على قيس سعيد قيس سعيد بذيت نفسه كان أكدوا أنهم دفعوا أموال طائلة لاغتياله لتنفيذ اغتيال ضد رئيس الجمهورية وأكد اللي هما يسافروا البرة يدفعوا الأموال فقط للي شيء إلا أنهم ينحيوا رئيس الجمهورية مهما كانت أطرق حتى ولو كان بالاغتيال السياسي نذكروا مبعضنا وأنه كانت فيما عدة محاولات لعزل رئيس الجمهورية قيس سعيد يعني هذه كانت تصريحات النهضة كانت تصريحات أتلاف الكرامة ولكن طبعا كلها باءت بالفشل اليوم ما نلقى تفكك داخل حركة النهضة وهناك انقسام كبير داخل الحركة حتى أنه بعض القيادات اللي غيرت موقفها أصبحت تؤيت قيس سعيد اليوم أصبحت يعني تتحدث على أنه قراراتها أو قرارات رئيس الجمهورية صائبة وتحمل المسؤولية رأسا إلى رئيس الجمهورية مش في اللي يحصل إلى حركة النهضة فقط ليه في اللي يحصل في البرلمان واللي يحصل في تونس وقيادات بيريزا في النهضة من الصف الأول اليوم سواء استقلت أو لم تستقل تحمل رجل الغنوشي المسؤولية مباشرة وتقول لما كانش لازم يترشح إلى الانتخابات وخاصة ما كانش لازم أنه يترأس البرلمان التونسي هو كان مش في بالو وأنه انتصار أنه يترأس البرلمان البرلمان اللي كانت عنده سلطة كبيرة في نظام برلماني معدل رئيس البرلمان عنده سلطة معنوية كبيرة على عدة مصالح وعدة وزارات إلى جانب أنهم يتحكموا في رئيس الحكومة كما يحبوا وإذا كان من خلال تعامل رئيس الحكومة هشام المشيشي مع الحزام السياسي اللي خلينا يعني نكتشفوا حجم الصفقات اللي تعقدت بين رجل الغنوشي وهشام المشيشي إذا كان يش كان فما دفاع على المشيشي باستيمات هذا الكل اللي خلينا نحكي على أنه حركة النهضة اليوم خسرت كل شي خسرت الكل في الكل والعمال يرجع بالبيبال فقط على حركة النهضة لن يضر قيس سعيد في شيء لأنه قيس سعيد اليوم معها عدة أطراف أجنبية تقريبا عدة دول عبرت على تضامنها مع قيس سعيد وعلى احترامها لقرارة قيس سعيد وحكومة قيس سعيد وفما أطراف أخرى مثلا إنها معبرتش على رأيها ولكن على كل حال مسجن حتى حالة أبدا إنها ترفض قرارات قيس سعيد مهما حاولوا إنهم يصوروا الانقلاب اللي صار في تونس إنهم يصوروا لهذا اعتداء على الحريات تضييق للحرية الخاصة والفردية والعامة ولكن هذا يكون بيئة في الفجل هذا يرجع لخطاب قوي من رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول فيه إن تونس دولة ذات سييدة أمريكيا صندوق النقد الدول غير لا يقبل منهم أبدا أن يتدخلوا في السييدة الوطنية أو يأثروا في القرار الوطني ودعا إلى إنه كل حد يحترم الطرف الآخر وما عندهم ش الحق إنهم يدخلوا في شؤوننا الداخلية هذا كان عبر عليه الرئيس الجزائري في دولة الجزائر الشقيقة وقال اللي في تونس هما حرين بل بالعكس وقال إنه هو وطني حد النخاع كان هذا تصريح حز العالم الكل وأربك حركة النهضة والإخوان المسلمين سواء في تونس أو في عدة دول أخرى هذا يأتي طبعا في ظل الأعلان الرسمي على نهاية البرلمان ونهاية منظومة الإخوان بصفة عامة اللي التالت عشر سنوات كاملة والعشر سنين هذه كانت كفيلة بكشف قبح هذا النظام ونهايته إذا كان بنعلي قعد 23 سنين بيش تم الأعلان على نهاية حكمه فإنه حركة النهضة في ظرف عشر سنوات فقط يتم اكتشاف وجه القبيح والأعلان على نهاية الأخوان ومنظومة الأخوان وحكم الأخوان في الدولة التونسية